مصر تايمز والحقيقة حوار صحفي أقل ما يقال عنه أنه ممتاز جداً. الحوار الصحفي ده أجرته الزميلة فرناس حفزي. أنا بحقيها جداً على الحوار ده لأنه كان فيه درجة عالية جداً من الوعي بكل الموضوعات اللي إحنا كمان محتاجين نعرف فيها معلومات. ومصر تايمز كان العنوان فيها يحاور المتحدث باسم حماس في أول حوار بعد انسحاب قطر من المفاوضات. طبعاً هو صبق أن أنت تاخد تصريحات شبه دي لأنه نفي قاطع من المتحدث الرسمي باسم حماس لأن قطر بلغتهم بشكل رسمي حتى هذه اللحظة بأن غير مرغوب فيهم في التواجد في قطر. أو أنها هتقفل مكتبهم اللي موجود في قطر. ده الكلام اللي قالوا بثقة شديدة جداً المتحدث الرسمي وكان فيه مجموعة من التصريحات المهمة. كانت أهمها لها علاقة بالساعات الأخيرة قبل السنوار وأكد فيها أنه ما كانش الاحتلال الإسرائيلي يعرف بأي شكل من الأشكال مكان السنوار وأن السنوار كان بيقاتل لحد اللحظة الأخيرة في الصفوف الأولى مع المقاتلين اللي بيدفعوا عن غزة زي ما كان بيتكلم وقال كمان معلومة مهمة جداً. قال إن حماس لن تسبح بأن يكون هناك تفاوض على استعادة جثمان السنوار قال إحنا منعتبر الشهيد خلاص مكرم. أكيد مش هنعمل حكاية التفاوض على استعادة جثمان السنوار دي. وتكلم كمان على إن إسرائيل ما عندهاش رغبة أبداً إنها تتمم الصفقة بتاعة إيقاف إطلاق النار وإنها مش مهمة بالنسبة لها الرهائن علشان تتبادلهم مع وقف إطلاق النار والدليل؟ اللي هو قاله إن كل مرة كان بيتم فيها التفاوض في نفس اليوم أو تاني يوم كان الاحتلال الإسرائيلي بيعمل مجزرة بشعة جداً بحق أهلينا في غزة. معلومات كتيرة جداً وأنا بقول للناس إن فعلاً الحوار ده كان يستحق إن هو يكون حديث القوة.